مشاهدين معنا عبر الأقمار الصناعية رمي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصر سيد رمي مساء الخير أهلاً وسهلاً بك معنا هل من معلومات جديدة حول وضع الرهائن المتبقين حتى الآن لدى داعش وهل من معلومات تلوح في الأفق حول عملية إفراج مرتقبة جديدة نعم نعم مساء الخير طبعاً عملية الإفراج هي مرتقبة لأن الذين أفرج عنهم اليوم هم ضمن صفقة للإفراج عن كامل المختطفين من قبل تنظيم الدور الإسلامية الإرهابي تبقى في اختطاف سبع نساء بالإضافة لوجود أربعة عشر طفلاً لا يزالون رهائن لا يزالون مختطفين لدى هذا التنظيم المجرم طبعاً جرى بمقابل هذه الصفقة الإفراج أيضاً عن معتقلين في سجون النظام السوري هم عوائل تنظيم الدول الإسلامية أو بينهم عوائل تنظيم الدول الإسلامية بالإضافة لثمانية نساء لا يعلم كيف خرجوا بأي صفقة لأنه كان من المفترض أن يخرج فقط عوائل تنظيم الدول الإسلامية وإذا به يخرج عوائل تنظيم الدول الإسلامية وثمانية نساء أخريات كنا قد اعتقلنا في أوقات سابقة من قبل النظام من المفترض أن القوائم اعطيت للنظام عبر وسطاء للإفراج عن نحو ستين معتقل على مراحل بمجرد الإفراج على المختطفين من أبناء سويداء يفرج المظام عن أيضا معتقلات في سجونه وأيضا قوات سوريا الديمقراطية من المفترض أيضا أن تقوم بالإفراج عن بعض كبادرة حصنية منها ليس شرطا بالإفراج عن بعض المحتجزات من عوائل تنظيم الدول الإسلامية ونقلهم إلى جرابلوس أيضا بالنسبة للمبلغ المالي المبلغ المالي الدفع بشكل قطعي وعملية الخروج تمت بسبب أيضا الإفراج على المعتقلين وأيضا المبلغ مالي دفع 86 دولار عبر وسطاء لنريد الأفصاح عن الأمر الآن لأن هناك دول تدخلت بالموضوع والمال دفع مقابل الإفراج عن النسوة وعن أطفال محافظة سويداء وللعلم بأن السيدة الأخرى التي أفرج عنها هي والدة أحد الشهداء الذين أعدمهم تنظيم الدول الإسلامية العرابي في وقت سابق كتوجيه رسالة منه بأنه يريد أعدام من تبقى إن لم يرتزم النظام بشروطه إذن سيد رامي هل من مدة زمنية محددة للإفراج عن جميع الرهان لدى داعش؟ لا يوجد مدة زمنية محددة قد يكون اليوم غدا بعد غد ولكن العمل جاري على الإفراج عن الجميع بأسرع وقت ممكن قد تكون الساعات المقبلة تظهر إفراج عن البعض ولكن حتى اللحظة التي لدينا بأن العملية مستمرة من أجل الإفراج عن ما تبقى من المختطفين لدى هذا التنظيم مقابل إفراج النظام عن المعتقلين وأيضا تسليم المبالغ المالية المطلوبة طيب وسائل الإعلام تشير سيد رامي إلى أنه 17 شخص تم الإفراج عنهم أيضا ثمانية أطفال هل لديكم أي معلومة جديدة حول هذه الإحصائية؟ حاليا نعم بالنسبة للأفرج عنهم 17 شخصا كانوا في معتقلات النظام هم عواء التنظيم الدولة الإسلامية أيضا هناك ثمانية أخريات جرى الإفراج عنهن من معتقلات النظام وجرى نقلهم إلى محافظة إدلب لا نعلم ماذا يريد النظام من توجيه نساء التنظيم إلى محافظة إدلب الذي يحارب فيه التنظيم من قبل هيئة تحرير الشام ومن قبل فصائل معارضة لذلك الأمر يوجد فيه لغة كبيرة كيف جرى نقل النسوة إلى محافظة إدلب هل هو من أجل إعاقة عملية الإفراج إشارات استفهام كثيرة تطرح الآن وليس ندينا إجابة عليها سيد رامي بحسب معلوماتكم وضع المفرج عنهم الذين كانوا رهائن لدى داعش سواء كان الجسدي النفسي كيف هو كيف عملهم داعش خلال فترة احتجازهم طبعا وضع المفرج عنهم هو نفسيا مدمرين محطمين ويعني الرجل الذي عادت إليه زوجته وأطفاله يعني كون وضعه النفسي هو سيء أيضا هو فرح ولكن وضع الذين كانوا مختطفين لدى التنظيم هم كانوا يعتقدون بأنهم سيموتون في أي لحظة ولكن الوضع الكارثي والمأساوي السيدة التي أفرج عنها والذي أعدم نجل طفلها أو هو فتا كان حقيقة الأمر عادت هي صنة منها أنها سوف تلاقي طفلها في الأحطان وإذا بها تسمع أن ابنها جرى إعدامه من قبل هذا التنظيم الإرهابي أي أن وضعها أيضا هو مأساوي وزاد مأسوية فرحة الإفراج عنها هي جميلة لكن أيضا فرحة فقدان من كانت تعتقد بأنهم في انتصارها سيد رامي هناك لغة حول الفدية المادية حضرتك ذكرت أنه تم دفع المبلغ بينما زوج أحد الرهان التي ذم أطلق صراحة ذكر أنه لم يتم دفع أي مبلغ ما الصحة من هذا الموضوع؟ لا طبعا زوج الرهينة هو لا علاقة له بالتفاوض هو رجل يعني يسمع من لفنة التفاوض غير يعني عامل بشكل كبير بهذا الخط الفدية دفعت بشكل قطي ومبلغ السبعة وعشرين مليون دولار مقابل السبعة وعشرين مختطف سوف يدفع بالكامل ولكن لن يتم الإعلان عن الموضوع كون أن لا يقال بأن الجهة التي فاوضت تقوم بدعم الإرهاب باليا أي مثل ما كانت عليه حالات تفاوض سابقة في الأراضي السورية شكرا جزيلا لهذه المشاركة حدثنا عبر الأخمار الصناعية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصر ترجمة نانسي قنقر